أبناء شعبنا الفلسطيني في المحافظة الوسطى بالتوجه الفوري والعاجل إلى مستشفى شهداء الأقصى وذلك للتبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة عشرات الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى المستشفى الممتلئ بالحالات إننا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ مستشفى شهداء الأقصى وإنقاذ الواقع الصحي في المحافظة الوسطى حتى نتمكن من تقديم الخدمة الصحية لآلاف الجرحى والمرضى كما نطالب بإمداد المستشفى بالمولدات الكهربائية لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية والطبية للجرحى والمرضى ندين هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وعلى المحافظة الوسطى كافة ونطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية وقف هذا العدوان الوحشي الذي واصله الاحتلال الإسرائيلي ونطالبهم بوقف حرب الإبادة الجماعية بشكل فوري وعاجل وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى غزة فلسطين السبت 8 يونيو 2024 ميلادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة